احياكم الله اهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الليلة من ليالي رمضان ولازلنا مع الشهر الكريم وهو يعلمنا مهارات الحياة نتحدث الليلة عن مهارة ترتيب الأولويات ندرك في رمضان ونرى كثير من الناس يبدأ يحافظ على الصلوات المفروضة ولا يرضى أن يصوم نهارة وهو يترك صيام الفرض وهذه من الأشياء التي يعيد رمضان فيها لدينا ترتيب الأولويات وأن يكون الأهم في المهم هذه العادة وهذه المهارة هي مهارة الناجحين دائما يتميزون بإتقان أن يبدأ بالأهم في المهم ولذلك من أجمل الكتب التي تحدثت عن هذا الأمر وكتاب براين تريسي الشهير ابدأ بالأهم في المهم الدين قبل ذلك كله علمنا ترتيب الأولويات فتعالوا مثلا إلى العلاقات مع الناس فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ترتيب الأولويات حينما يسأله أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فيقول يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحبتي فيقول أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك إذن ترتيب الأولويات في علاقاتنا مع الناس وثقوا أيها الأحبة أن الكثير من الناجحين في هذه الحياة قد صعدوا درجاتهم على دعوات أمهاتهم عندما جعلوهم هم الأهم كما علمنا هذا الدين في ترتيب أولويات علاقاتنا بالناس بل تعالوا أيضا في أمور المال يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب الأولويات فيه فيقول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينفق ماله على دابة في سبيل الله وينفقها على مجاهد في سبيل الله وينفقه على عياله وخير الدينار هو دينار ينفقه أحدكم على عياله إذن نبدأ بالأولويات أن الإنسان مسؤول عن أسرته أولا ثم يبدأ بالإنفاق فيما سواه إنه فعلا ترتيب الأولويات إذن فترتيب الأولويات هو من الأمور المهمة في الحياة بل تعالوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعلمنا ترتيب الأولويات في العبادات فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فبدأ بالفرائض ثم قال بعدها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى نهاية الحديث إذن الأولويات في العلاقات وفي المال وفي العبادة وفي كل أمور حياتنا هذا هو السر الكبير الذي يتقنه الناجحون ولكن الذي لا يقوم بهذا الترتيب والاهتمام به فإنه يعيش بين أمرين فقسم يعيش في حالة من الملل والشعور بأن الوقت يضيع وأما القسم الآخر فهو الذي يعيش تحت الضغط الدائم وأنه دائما مشغول وأنه يعيش في حالة طوارئ والدنيا ليست حالة طوارئ ولكن هناك مشكلة كبيرة لدى الكثير في مسألة ترتيب الأولويات وأظن هذا الأمر ينبني ويبدأ الإنسان يدرك كيف يرتب أولوياته عندما يدرك الهدف الذي يريده في هذه الحياة في حياته الدنيا وفي الآخرة كثير من الناس عندما نسأله هذا السؤال نقول له أكتب ما هدفك في الحياة تجد الكثير يتوقف ولا يدرك ماذا يجيب فنحن بحاجة إلى أن يضع الإنسان رسالة واضحة يضع فيه أهدافه الدنيوية وأهدافه الأخروية ويجعلها رؤية كبيرة وهدف واحد يبدأ فيه على مراحل عندما يكون هذا الهدف واضح ثق تماما أنك ستدرك ما هو الأهم وما هو المهم وما هو الهامش في هذه الحياة وتبدأ في ترتيب الأولويات والذي يقوم بترتيب الأولويات سيشعر بقيمة الوقت سيشعر فعلا أنه يخرج من ضغوط حياته سيشعر أيضا بقيمة الوقت والسعادة الدائمة التي يشعر فيها بنجاحه المتتابع عندما يقوم بترتيب أولوياته جميل أن نتعلم في هذا الشهر الكريم أن نهتم بالأمور العظيمة ثم التي تريها وتكون حياتنا دائما فيها ترتيب الأولويات ومن عاش حياته بترتيب الأولوية وصفاء النية كانت حياته جميلة وبهية دامت حياتكم جميلة وأوقاتكم بهية نلتقيكم بإذن الله دمتم في حفظ الله وكل ليلة وأنتم إلى الله أقرب اشتركوا الآن